وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب فريد سديد ولملاء والسائل هو جبريل والمعلم والمجيب هو نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال هذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري مختصرا ورواه الإمام مسلم بطوله والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم وقد اخترنا رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثني حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سياكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد فجالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلام من السائل قال فأخبرني عن أمارتها يعني علامتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق يعني السائل فلبثت مليا يعني عمر فقال يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أحبتي في الله لازلنا وهذا هو لقاؤنا السادسة عشر على التوالي مع هاتين الكلمتين المباركتين حدثني أبي وأنا أطيل النفس عن قصد وعن عمد لأنني أقدم الآن منهجا في التربية في تربية الأولاد وفي تربية الجيل وفي تربية النشء لأنني ما شرقت وما غربت وما ذهبت إلى مكان ما إلا وسألني كثير من الفضلاء والفضليات أن أقدم منهجا للتربية أن أقدم منهجا لتربية أولادنا في البيوت ولتربية الأولاد في المدارس ولتربية شبابنا في الجامعات ولتربية هذه الأجيال الصاعدة على منهج رباني نبوي ومن ثم فأنا أطيل النفس لأننا في أمس الحاجة جميعا إلى هذا المنهج التربوي الرباني النبوي تحدثت في عشرة أسباب كاملة عن حاجتنا لهذا المنهج التربوي منهج حدثني أبي ثم تكلمت عن أهم أسس هذا البناء التربوي تكلمت في الأساس الأول عن التربية بالقدوة ثم تكلمت في الأساس الثاني من أسس هذا البناء التربوي عن التربية بالحب وقدمت التربية بالقدوة والتربية بالحب لأننا نستطيع من خلال هذين الأساسين الكبيرين أن نعلم ونقدم لأولادنا وأجيالنا كل أسس التربية فبدون قدوة وبدون حب لن نقدم لأولادنا شيئا في هذا المنهج التربوي لابد أن يستشعر أولادنا ابتداء من البيت مرورا بالمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية كالمساجد وغيرها أن يرى أولادنا القدوة الطيبة وأن يستشعر أولادنا من الحب فبدون قدوة وبدون حب لن نستطيع أن نقدم لأولادنا أي أساس من أسس هذا البناء التربوي الأصيل الرباني والنبوي تكلمت في الأساس الثالث لا تأخيرا له وإنما ليكون بعد التربية بالقدوة والتربية بالحب ألا وهو الأساس العقدي تربية أولادنا بالعقيدة على العقيدة تربية أولادنا بالعقيدة أو تربية أولادنا على عقيدة التوحيد على الإيمان وقلت هذه هي الخطوة العملية الأولى في أساس أي بناء تربوي أصيل ولم لا وهذا هو منهج الرسل والأنبياء وواجب على كل العلماء والدعاة والمربين والأساتذة والوالدين إذا أرادوا لأولادهم تربية صحيحة على منهج الله ومنهج رسوله فواجب على الجميع أن يبدأ هذا الأساس التربوي المتين الأصيل بتأصيل العقيدة بتربية الأولاد على قضية الإيمان ما من نبي ولا رسول إلا وبدأ مع قومه بهذه القضية إلا ودعا قومه إلى التوحيد وما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه أول ما حذرهم من الشرك والتنديد قال الله تعالى بالجملة وما أرسلنا من قبلك أي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقد فصلت في الحلقة الماضية ولا أريد أن أكرر إنما أريد أن أذكر فقط ليرتبط الموضوع مرة أخرى في قلوبي وأذهان آبائي وإخواني وأخواتي من الفضلاء والفضليات من المربين الفضلاء أقول التربية بالقدوة التربية بالعقيدة والتربية بالإيمان مع أهميته وخطورته إلا أننا نرى تقصيرا كبيرا وتفريطا واضحا من كثير من الوالدين والمربين في هذا الجانب الأول من أسس البناء التربوي ليه؟ يردد بعض الآباء وكثير من الأمهات أسئلة قد تبدو لأول وهلة صعبة كيف نربي أولادنا على العقيدة؟ كيف نربي أولادنا على الإيمان؟ كيف نغرس الإيمان في قلوب الأولاد؟ قضايا العقيدة قضايا غيبية كيف أعلم الأولاد الإيمان بالله جل وعلا؟ كيف أربي أولادي على الإيمان بالملائكة؟ على الإيمان بالرسل وهم لم يروا الرسل؟ على الإيمان بالغيب بالجنة بالنار بالعذاب القبر ونعيمه بالبعث بالصراط بالميزان بالحشر إلى غير ذلك كيف أسر لأولادي قضية العقيدة وقضية الإيمان؟ وكيف أعرضها عليهم؟ ويصاب كثير من المربين بل وكثير من الأساتذة والأمهات بنوع من الحيرة والدهشة والأمر كما ذكرت في غاية اليسر والسهولة بفضل الله جل وعلا لماذا؟ لأن الله جل جلاله ابتداءاً قد فطر الخلق كل الخلق فضلاً عن أولادنا فطرهم على التوحيد فالولد ابتداءاً مفطور على هذه العقيدة ما عليك فقط إلا أن تذكر الطفل بالأصل الذي عليه فطر وبالأصل الذي عليه خلق قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله من بني آدم وخل بالحضرتك لم يقل وإذ أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم لم يقل وإذ أخذ ربك من آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون إذن كل الخلق مفطور على التوحيد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة أي على فطرة التوحيد ما من مولود في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه وأرجو أن تلتفت أيها الأفاضل إلى هذه اللفتة النبوية البليغة البارعة فأبواه فهذه أول بيئة تخط خطوطها على قلوب وعقول الأولاد فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فأول خطوط تخط على قلب وعقل الولد إما خيرا وإما شر يخطها الوالدان هذا خطر البيئة الأولى التي ينشأ فيها الأولاد يلفت نظرنا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذن أنت أيها الوالد وأنت أيها الأم الفاضلة أنتم مسؤولان مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى في خط الخطوط الأولى على قلوب وعقول الأولاد فأبواه أنا لا أقلل من خطر الإعلام كما ذكرت أو من خطر التعليم أو من خطر الأندية أو من خطر الشوارع أو من خطر الصحبة لا أقلل من خطر هذه الوسائل أو هذه المعوقات التي ربما تعوق الوالدان في تربية الأولاد لأنك لم تعد وحدك تربي شئنا أم أبينا لم يعد الوالدان وحدهما في قضية وعملية التربية بل أنت تربي في البيت تربية على منهج معين فإذا ما خرج الولد إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى النادي أو إلى الشارع استضم بمعوقات تربوية أخرى كثيرة تصطدم استضاما مباشرا مع هذا المنهج الذي كنت تربي الولد عليه في البيت منذ ساعة أو حتى منذ لحظات فلم تعد وحدك أيها المربي الفاضل ولم تعد الأم وحدها تربي أولادها وبنتها لا فأنا لا أقلل من خطر هذه الوسائل التربوية الأخرى ولكنني في الوقت ذاته أؤكد على خطر البيئة الأولى ألا وهي الأسرة البيت فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية مسلم من حديث القرسي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء والحنفاء أي مائلون الحنفاء هم المائلون عن الشرك فالحنيف هو المائل عن الشرك أي الذي يسير على صراط الله المستقيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم إذن الشاهد أن الأولاد مفطورون على التوحيد مفطورون على الإيمان فما عليك فقط أيها الوالد وأنت أيها المربي في هذا السن المبكر في نعومة أظفار الولد إلا أن تغرس في قلبه أو أن تجدد بمعنى أدق أن تجدد في قلبه قضية الإيمان التي فطر عليها قضية الإيمان التي فطر عليها بل وأنا أعجب كما ذكرت حين أقف أمام صورة التوحيد أمام صورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أحد حلصة حلت قضية الإيمان قضية التوحيد عرضت بهذا اليسر وبهذه السلاسة وبهذا الوضوح وبهذه البساطة حفظ ولدك صورة الإخلاص وفسر له بعض المعاني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أحد افتح أي كتاب من كتب التفسير وعرف ولدك معنى الصمد وعرف ولدك معنى الكف ما معنى ولم يكن له كف أحد وضح له هذه المعاني بمفرداتها اليسيرة لتغرس في قلبه عقيدة التوحيد بهذه البساطة وبهذه السلاسة وبهذا اليسر وبهذا الوضوح ثم الطفل له أن يحفظ فقط في البداية يعني لو كان طفلك في الثالثة من عمري مثلا وحفظ صورة الإخلاص وحفظ صورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم وحفظ الولد الصورة له أن يحفظ وبعد ذلك تأتي قضية الفهم للمعاني وللمفردات ثم تأتي بعد ذلك قضية العمل والإدراك ويتسع هذا الفهم ويزداد هذا الإدراك ليزداد معهما الإيمان ولتزداد معهما معرفة الطفل بالله جل وعلا لكن ابدأ بهذا ابدأ بهذا عليك أن تغرس أنت ما دمت تغرس غرصا صحيحا على منهج الله وعلى منهج رسوله دعي النتائج بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى هذا اليسر وهذا الوضوح في عرض قضية التوحيد مع أصل الفطرة التي فطر عليها الولد يسهلان على الوالدين بل وعلى جميع المربين عرض قضية العقيدة وتربية الأولاد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومع ذلك أيها الأفاضل ركزوا مع الليلة أستطيع أن أضع بين هدي حضراتكم باستقراء لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وباستقراء لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة وقد شرفني الله بتدريسها بفضل الله مرارا ولله الحمد والمنة أستطيع من خلال هذا الفهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولمنهجه في تربية الصحابة رضي الله عنهم أن أضع بين هدي حضراتكم مجموعة من الأسس أيضا نستطيع من خلال هذه الأسس أن نغرس عقيدة التوحيد وقضية الإيمان في قلوب أولادنا أولا الأساس الأول علينا بمجرد أن ينطق الطفل أو أن يبدأ الولد في الكلام ولو كان الكلام مقطعا علينا أن نفتح عليه وأن نلقنه كلمة التوحيد والشهادة الله أول خطوة أول ما تجد الطفل يبدأ يتكلم لقنه كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلمة الشهادة كلمة التوحيد الطفل ممكن يبقى ثانية من عمره ثانية من عمره أو تجاوز الثانية بقليل بمجرد ما تعلم الولد النطق علمه لفظ الجلالة قد يصعب عليه في أول الأمر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله علمه لفظ الجلالة جميل أن يكون أول لفظ ينطق به ولدك لفظ الجلالة الله جميل أن يكون أول لفظ ينطق به ولدك لفظ الجلالة أو أن يكون أول لفظ ينطق به ولدك لفظ الجلالة وكلهما صحيح في اللغة علمه هذه الكلمة الجميلة الله الله خل الولد ينطق هذه الكلمة ذكره بهذا المثاق بالمثاق الأول وإذ أخذ ربك من بني آدم ذكره بهذا المثاق الذي شهد فيه وهو في عالم الذر أنه شهد لله تبارك وتعالى بالوحدنية ذكره بهذا فافتع عليه بكلمة التوحيد الولد سنه ثلاث سنين أربع سنين خليه يبدأ ينطق ويردد هذه الكلمة الجميلة ويبدأ في حفظ قصار الصور من القرآن الكريم ونبوء قصار الصور لأن قد يشق على الطفل في هذا السن أن أبدأ معه بحفظ صورة البقرة بعد الفاتحة إن حفظ الفاتحة لنعلمه الصلاة ولندربه عليها من هذا السن المبكر فهذا شيء جميل لكن افتع عليه بعد ذلك بقصار الصور بصورة الناس بصورة الفلق بصورة الإخلاص وهكذا وهكذا قال شيخون عبد القيم رحمه الله تعالى إذا كان وقت نطق الأطفال فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا بحيث إذا وعد طفل وأدرك علم أنه عبد لله وأن الله سيده ومولاه الله كلام جميل كلام جميل أوي يريد حضرتك تحرص على هذا طيب يا مولانا فاتني الكلام ده فاتني في أي سن ترى ولدك فيه الآن ابدأ لا تقنط أبدا الأمل بابه لا يغلق تستطيع الآن في أي سن فيه ولدك في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة في السادسة في السابعة في الثامنة في التاسعة في العشرة في أي سن في هذا العمر تستطيع الآن أن تبدأ مع ولدك بفضل الله جل وعلا لكن لا تترك ولدك حتى يبلغ سن المراهقة وحتى يبلغ السن الذي يريده أن يثبت فيه لنفسه أمام نفسه رجولته وأنه يستطيع أن يستقل بقراره وأن ينفرد برأيه الصبي أو الشاب في هذه المرحلة كما سأبين بإذن الله تبارك وتعالى يريد أن يثبت لذاته أمام ذاته أنه بلغ مبلغ الرجولة ومن ثم ترى الشاب والابن في هذه المرحلة ترىه متمردا على كل شيء يتمرد ابتداء على سلطان الأسرة يتمرد على والديه قد يتهم الولد والديه بالجهل وبالأمية وقد ينظر الولد إلى والده على أنه ليس متعلما ولا يعرف شيئا ولا يفقه شيئا وقد تنظر البنت إلى أمها البنت الجامعية أو في مرحلة ثانوية على أن أمها أمية لا تقرأ ولا تكتب وهي لا تفهم مثل هذه المعاني التي تفكر فيها البنت فأبدأ الولد أو البنت في هذا السن الخطيرة بالتمرد على سلطان البيت وعلى سلطان الأسرة ثم يزداد الولد بعد ذلك تمردا فينتقل تمرده من البيت إلى المدرسة فتمرد الولد بعد ذلك على سلطان المدرسة على الأستاذ وعلى الأستاذة ويريد أن يثبت للنفس أنه صار رجلا وأن البنت صارت مستقلة فتعترض على أستاذتها ويعترض الولد على مدرسه وأستاذه ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم بعد ذلك يتمرد الولد على سلطان الدين على سلطان الدين فيتهم أهل الدين بالضيق بالتخلف بالتأخر بالجهل بالرجعية يريد أن يثبت لنفسه أنه صاحب فكر فيظن أن التحرر وأن التحرر تقدمية ومدنية إلى آخر هذه الألفاظ التي يضحك بها على أولادنا في مثل هذا السن الخطيرة ليصل الولد في نهاية الأمر إلى أخطر مرحلة من مرحل التمرد ألا مرحلة التمرد على الله سبحانه وتعالى بعدما يصل إلى مرحلة التمرد على الذات يتمرد على والديه ثم يتمرد على المدرسة ثم يتمرد على الدين ثم يتمرد على الذات ثم يتمرد على ربه جل وعلا وهذه أخطر وأخبث مراحل التمرد ولا حول ولا قوة إلا بالله ليرى الولد نفسه بعد ذلك أنه ولا حول ولا قوة إلا بالله بلا هوية وبلا دين وبلا عقيدة وبلا عقيدة وتسمع كثيرا من أبائنا يقول لك دا الولد كره نفسه الولد كره نفسه هذه مرحلة التمرد على الذات التي يصل بعدها حتما إلى التمرد على ربه إن لم يرد الله جل وعلا له الهدى وإن لم يقيض الله له يدا متوضئة طاهرة يقدر الله سبحانه وتعالى لها أن تنتشي له من هذا الغرق المحقق في بحور الشهوات أو في شباك الشبهات فنقول أيها الأفاضل الولد في هذه المرحلة في المرحلة المبكرة الأولى لقنه كلمة الشهادة لقنه كلمة التوحيد وأنت يا أمه ويا أختاه ذكروا أخواتي من الأمهات الصغيرات أم سنة 22 سنة 23 سنة 25 سنة 20 سنة أو أقل أو أكثر ابدأي مع ولدك بهذا لقن الولد كلمة الشهادة جميل أن تكون أول كلمة ينطق بها الولد كلمة لفظ الجلالة كلمة الله أو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ليكن أول ما يقرع سمع الولد معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة توحيده وأنه جل جلاله مستوين على عرشه نعم كلم ولدك بهذا أنه جلاله مستوين على عرشه يسمع ويرى وهو القوي القادر الذي يدبر أمر الكون والذي يملك الكون وحدث الولد عن عظمة الله وعن جلال الله وعن قدرة الله وإذا رأيت آية من آيات الله في الكون لا تمرر هذه الآية العارضة الطارئة دون أن تجعل منها درسا تربوي عقديا لولدك ادينا مثالا يا مولانا حاضر أمس أمس هذه الريح وهذا الغبار وهذه الرمال لماذا لا توظف هذه الآية الربانية من آيات رب البرية لتربي ولدك ولتربي ابنتك على درس جديد من دروس العقيدة ودروس الإيمان لتعلمهم أن الله جل وعلا قادر بهذه الريح بهذه الريح أن يدمر دولا وأن يبيد أمما وأن الله جل وعلا خسف الظالمين بهذه الريح انظر يا ولدي الولد في رعب أيها الريح منظرها مرعب وصوتها مرعب وأي بشر على وجه الأرض مهما كانت قوته يخاف من زمجرة الريح وصوت الهواء ورعد الرعد وبرق البرق مشاهد تخلع القلب إياك أن تقول أنا لا أخاف لا يا حبيبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من الريح إذا رأى الريح والله لا يهدأ ولا يجلس بل يدخل ويخرج ويدخل ويخرج فتسأله أم المؤمنين عائشة أو يسأل فيقول صلى الله عليه وسلم أخشى أن يكون الله جل وعلا قد أمر إصرافيل بالنفخ في الصور الله أكبر الريح الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكه بالطاغية وأما عاد فأهلكه بريح علم ولدك وأما عاد فأهلكه بريح بريح صرصر أي شديدة البرد عاتية بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية اغرس في قلب ولدك وعقله هذا المعنى لا تضيعه لا تضيعه يرى الولد مشهدا معك في نشرة إخبارية في زلزال هنا أو حرائق هنالك تأكل استراليا أكلا أو كانت تأكل بريطانيا بالأمس القريب أو أمريكا لا بد أن توظف هذا الحدث وأنت جالس بين أولادك توظيفا عقديا إيمانيا أغرس في قلب ولدك معنى من معاني الإيمان معنى من معاني العقيدة أغرس في قلب ولدك معنى العظمة لله معنى العظمة لله ومعنى قدرة الله جل وعلا لو لم تفعل إلا هذا فزت ورب الكعبة فوزا عظيمة علم ولدك عظمة الله جلال الله قدرة الله قل له شايف يا ولدي شايف يا ولدي انظر إلى قدرة الله سبحانه وما أعلم جنود ربك إلا هو هل تعلم يا ولدي الغالي أن هذه الريح أن هذه الريح إنما هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى هل تعلم أن الله عز وجل قد أهلك بهذه الريح عادا الأولى مش عارفين عاد التانية هاتب أمين وسيهلكها ربنا جل وعلا أيضا كما أهلك عادا الأولى وهل يطر سيهلكها بنفس الريح التي أهلك بها عادا الأولى أم سيهلكها بعذاب آخر الله أعلم لا يستطيع عالم يحترم نفسه ويحترم الدليل أن يقطع وأن يجزم بشيء من هذا لأن هذا من الغيب الذي لن بغي أن يتكلم فيه عالم بعقله ولا بفكره إنما بدليل من كتاب الله أو بدليل صريح من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهم أن تغرس في قلب ولدك عظمة الله وجلال الله وقدرة الله وأن تعلمه يقين في ظل هذا الواقع المتخلخل لعقيدة الذي تخلخلت فيه العقيدة في قلوب كثيرة وصارت القلوب مفتونة ببعض دول الأرض وببعض قوى الأرض أنها تفعل ما تشاء وتفعل ما تريد بالقدر الذي تريد في الوقت الذي تريد علم الولد أن الفعال لما يريد هو العزيز الحميد وحده جل جلاله ما فيش يبن قوة على وجه الأرض تستطيع أن تقف أمام جلال الله وأمام أمر الله وأمام إرادة الله وأمام قوة الله وأمام قدرة الله بل ربنا جل على قادر على أن يخصف الأرض بمن عليها وأن يجعل عليها سافلها وسافلها عليها بكلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهكذا اغرس في قلب ولدك معاني العقيدة والتوحيد والأمر ميسور لكن المهم أن تعيش أنت ابتداء أيها الوالد وأيها المربي هذه المعاني لكنها لو مرت عليك ففاقد الشيء ليعطيه لن تستطيع أن تربي ولدك على معنى من هذه المعاني ولن تستطيع يا أختاه ويا أمه أن تغرس في قلب وأولادك وبناتك هذه المعاني إلا إذا ملأت قلبك أنت ابتداءا يا سلام من أجمل ما قرأت وأنا أعد لحضراتكم أن أبا سليمان داود بن نصير كان في الخامسة من عمره وكان ذكيا حد الذكاء دفعه والده إلى المربي والمؤدب وكانوا يتخذون لأولادهم مؤدبين يعني تصوروا أن أولياء الأمور ولاة الأمور وأن الفضلاء والحكماء كانوا يتخذون لأولادهم مؤدبين ليؤدب المؤدب الولدة ليعلمه القرآن ليعلمه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام العرب وشعر العرب وأيام العرب وأخلاق العرب إلى هذا الحد بعد أن يعلمه القرآن والسنة فدفع والد داود بن نصير دفعه إلى المؤدب فبدأ المؤدب بتحفيظه القرآن وعوز أقول بأن ذي الخطوة الأولى وسأفرد لها أساسا الآن من الأسس العقدية التي نستطيع بها أن نربي أولادنا على العقيدة والإيمان أقول دفعه إلى المعلم والمؤدب فحفظ القرآن فإلى أن وصل داود وهو في الخامسة من عمره إلى صورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وظل حفظ الصورة وظل يقرأها وفي يوم من الأيام دخلت عليه أمه حجرة فوجدت ابنها الذي لم يبلغ السادسة من عمره ينظر إلى السماء وقد شرد ذهنه وظلت تنادي عليه والولد لا يسمعها ولا التفت إليها فخافت الأم على ولدها بعاطفة الأمومة وأسرعت إليه وضمته إلى صدرها وقالت ماذا دهاك يا داود يا ولدي أنت لا تسمعني أنادي عليك أنت لا تسمعني فيما تفكر يا ولدي وفي أي شيء شرد ذهنك وفيما تنظر فقال هذا الولد هذا الطفل يا أمي ذهني ما عباد الله قالت ما عباد الله وأين هم قال في الجنة قال في الجنة قالت في الجنة وماذا يصنعون يا ولدي فقاله متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ملدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ثم التفت الولد ابن الخامسة إلى أمه وقال يا أمه فيما كان سعيهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يا أمه فيما كان سعيهم عوز يتعلم كانوا بيعملوا إيه عشان يوصل إلى هذا النعيم وإلى هذا الوصف الذي أخذ بلبه وفؤاده فقالت له الأم يا ولدي لا أعلم وخافت الأم على ولدها فأصرعت وأرسلت إلى أبيه فجاء والده فقال له يا والدي فيما كان سعيهم بعدما قصت عليه فقال له والده يا ولدي كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد واتباع سعيهم في التوحيد وفي الاتباع ما نالوا الجنة إلا بالتوحيد والاتباع إلا بتوحيد الله جل وعلا وهذا شطر الشهادة الأول وإلا بالاتباع وهذا شطر الشهادة الثاني يقول الشيخ الإسلام بن تيمية طيب الله ثراه إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين الأول شهادة أن لا إله إلا الله والثاني شهادة أن محمد رسول الله وهذان الأصلان والأول أن نعبد الله وحده لا شريك له والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبالشهادة الأولى لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل سعيهم كان لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا واعتقادا وعمله فذكر ولدك تذكيرا مستمرا بالله جل وعلا بآياته اغرس في قلبه عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بما استطعت من الآيات التي تمر عليك أمام عينيك وبين يديك ثم ذكره بنعم الله المتوالية والمتتالية لا ينبغي أبدا أن تمر عليك نعمة دون أن تلفط نظر أولادك إليها شايفين يا أولاد ذكرهم بالله سبحانه ومن أركان الشكر أن تحدث بالنعم أن تشكر الله جل وعلا على نعمه وأن تحدث بالنعم وأما بنعمة ربك فحدث قال كثير من أهل العلم أي أن يظهر أثر الله جل وعلا من النعم على عبده وأن يحدث العبد بها أن يحدث بلسانه وأن يحدث بيده بالعطاء والإنفاق والبذل والسخاء وأن يحدث بلسانه بالحمد والشكر الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيد أنكم ثم بالعمل وعدم توظيف النعم في معصية المنعم وإنما توظيف النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى نعم أيها الأفاضل لا ينبغي أبدا للمسلمي أن يستغل النعم التي أنعم الله عز وجل بها علي في معصية الله سبحانه وإنما يجب علي أن يوظفها في طاعة الله وأن يذكر بها أولاده أن يذكر أولاده بنعم الله سبحانه وتعالى يعني مثلا هل تذكرت مرة أخي الحبيب وأنت في طريق عودتك إلى البيت في مثل هذه الأيام مثلا قد تحمل حقيبة أو كيسا فيه التفاح وآخر فيه الموز وثالثا فيه البرتقال مثلا هل فكرت يا أخي أن تعلم أولادك درسا في العقيدة وفي الإيمان وأن تبين لهم أن هذه النعم إنما هي من فضل الله ومن نعم الله تبارك وتعالى وأنها من خلق الله عز وجل وأنها بهذه الألوان المختلفة والطعم المتنوع كانت في أرض واحدة وتسقى بماء واحد هل فعلت ذلك حبيبي في الله هل كنت تمر مع ولدك يوما على حديقة غناء وقفت أمام هذا الحوض وذاك بوروده بورده معذرة بورده لأن لفظة الورد لا تجمع لا يصح أن أجمع كلمة ورد على ورود لا تصح فأقول هل وقفت أمام حوض من أحواض الورد والزهور بألوانه المتعددة وأشكاله المختلفة وعبيره وشذاه الأخاذ هذه وردة حمراء والأخرى بيضاء والثالثة صفراء إلى غير ذلك من هذه الألوان المبدعة في هذه الحديقة الغناء هل وقفت مع ولدك وذكرته بالله وبقول الله جل وعلا أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله هل فعلت ذلك أخي الحبيب هل ملأت قلب ولدك بالإيمان وهو ينظر إلى هذه الحدائق الغناء ويقف في هذه الفيافي الخضراء أم أن الأمر كان عاديا جدا وقتطف ولدك وردة ولم تأخذه على ذلك فضلا عن عدم تذكيرك له بما أصلت لك ابتداء تقصير كبير منا نحن الآباء ونحن المربين هذه دروس عابرة وغيرها كثير في كل موقف لو كنت منشغلا أنت بالله أصلا تستطيع بفضل الله جل وعلا أن تغرس في قلبك مع كل موقف معنا من معاني العقيدة ومن معاني الإيمان بالله جل وعلا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الآيات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبة قال هذا ربي انظر إلى الحجة انظر إلى نور النبوة الباهر انظر إلى نور النبوة الصاطع ما كان إبراهيم شاكا قط وإنما أراد أن يقيم الحجة على قومه بأدلتهم بلسانهم هم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبة قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكنن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهها للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين يا الله يا لها من حجة بالغة ودلالة دامغة ونور باهر وبرهان قاطع ودليل ساطع على وحدنية الله زل وعلا وعلى باطل ما كان عليه قوم براهيم من عبادة لهذه الكواكب والأفلاك والنجوم التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها ولا عن غيرها شيئا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وهكذا أيها الأفاضل ثم نستطيع أن نغرس في قلوبنا في قلوبنا وقلوب أولادنا عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بهذا الأساس العقدي الثاني ألا وهو أن نغرس في قلوب الأولاد حب الله والاستعانة بالله ومراقبته والإيمان بالقدر خيره ومراقبته هذه أسس العقيدة والإيمان ما فيش طفل يا إخواني مهما كان سنه إلا وله مشكلاته في حدود اهتماماته قد تكون مشكلته أنه عاوز لعبة متسكة مثلاً هذه مشكلته قد تكون مشكلته في أنه يريد قميصاً عاوز حذاءً جديداً كل طفل له مشكلاته في حدود عمره وفي حدود بيئته وكل شاب له مشكلاته في حدود عمره وفي حدود اهتماماته وفي حدود بيئته وقد يعبر الطفل عن هذه المشكلة إن صحت اللفظ مع الطفل قد يعبر عنه بطريقة إرادية أو بطريقة غير إرادية أو بطريقة غير إرادية بطريقة غير إرادية مثلاً في صورة التبول اللا إرادي عند الطفل في سن معينة هو يعبر عن مشكلة بداخله لكن بطريقة لا إرادية لا شعورية وقد يعبر عن هم له ولو كان ضئيلا بالنسبة لك لكنه بالنسبة له قد يكون هاجسا لو عدت الولد بهدية فهي عنده قضيته هي قضية الطفل في هذا السن فيستطيع الطفل أو قد يعبر الطفل عن همه أو مشكلته أو عما يؤلمه أو عما يحزنه بطريق إرادي أو بطريق لا إرادي أو بطريق شعوري أو بطريق لا شعوري أستطيع في مثل هذا الموقف أن أغرس في قلب الولد حب الله جل وعلا والإيمان بالله تبارك وتعالى ومراقبته لله سبحانه وأن أغرس في قلب الولد قضية الإيمان بالقدر وهو في هذا السن المبكرة وأن أبين له أن أعلمه أن كل ما يختاره الله عز وجل له والخير وأضرب له بأمثلة يسيرة جدا قد يدركها عقله أنه قد لا يستطيع أن يختار لنفسه ما يختار له والده يعني يعرف الوالد أنك يا ولد الحبيب قد تختار أمرا وترني أعترض عليك يعني أقول لك لا قد يلح الولد على شراء مثلا أي أكل معين بصورة متكررة ومستمرة والوالد يرفض والأم ترفض فحين ترفض الأم ويرفض الوالد ويعبر الوالد وتعبر الأم والولد أنها ما رفضت لأنها تكره له الخير وإنما هي ترفض لأنها تحب له الخير هذا فيه ضرره هذا فيه خطر عليه هذا فيه ألم لبطنه هذا فيه مرض له وهكذا فأنا أستطيع بأمثلة يسيرة أن أبين للولد أن اختياري أنا لولدي هو الخير وإن خالف اختياري اختيار الولد قد يختار الولد شيئا وأنا أرفضه يجب في هذه اللحظة أن أعلم الولد أن اختياري له الذي يخالف اختياره إنما هو لمصلحته إنما هو فيه صالحه إنما لأنني أحبه ولا ينبغي أن أمرر هذا المعنى دون أن أغرس في قلب ولدي عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره قال له كما أختار لك فالله جل وعلا يقدر عليك أمورا ويقدر لنا أمورا مات أخوك مرض والدك مرضت أمك رسبت أختك رسب أخوك فقد والدك مبلغا من المال في تجارة من التجارات أغرس في قلب الولد مع هذا الموقف عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره مع ذكر هذا المثال الذي ذكرت يستطيع الطفل في أي سن مبكرة في الرابعة أو الخامسة أن يدرك هذا المعنى إن يسرت له بالمثال الذي وضحت أقول له مثلا هل تذكر أن فلانا الذي هو في الأسرة أو في العائلة كان حزينا جدا لأنه ذاب في يوم من الأيام إلى موقف السيارات وكان حزينا لأنه كان عنده مشوار مهم مثلا في القاهرة أو في المنصورة أو في الإسكندرية وبعدين تأخرت الموعد وذهب إلى الموقف وجد السيارة ممتلئة وكان حزينا وغضبا وبعد نصف ساعة جاءت سيارة أخرى وركبها وأدرك السيارة الأولى بعد ساعة في الطريق فوجد السيارة الأولى التي ندم وغضب على عدم ركوبها وجدها في حادث وقد قتل فيها من قتل وجرح فيها من جرح ويا الله الحمد لله أنني ما ركبت هذه السيارة التقط هذا المعنى وهو معنا يقع كل يوم تقريبا التقط هذا المعنى واغرس في قلب ولدك عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره عقيدة الإيمان بالله جل وعلا اغرس في قلب الولد عقيدة الإيمان بالملائكة علمه أن الحق تبارك وتعالى قد وكل له ملكي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأنهم يسجلون عليه قولة ويسجلون عليه فعلة وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه اغرس في قلبه عقيدة المراقبة اغرس في قلبه عقيدة المراقبة الليه تبارك وتعالى علمه أن الله يسمعه علمه أن الله يراه علمه أن الله جل وعلا يحيط به وبقوله وبفعله في أي مكان كان وفي أي زمان كان الله يعلم ما هو قائله وما هو فاعله لأن الله معه في أي مكان بسمعه وبصره وإرادته وقدرته وإحاطته معاني يسيرة جدا نستطيع بها في أي موقف من المواقف أن نغرس معنا جديدا من معاني عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان في قلوب الأولاد وقد مر بنا أيها الأفاضل مرت وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام احفظ الله احفظك لا تستصغر الولد ولا تحقر شأن الولد حفظ هذه الوصية وعلمه معناها قدر استطاعتك يا غلام احفظ الله احفظك احفظ لا تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت صحف واضرب له يعني أمثلة وعدة نماذج من أطفال الصحابة ردوان الله عليهم ورسخ أيضا في قلبه في أساس عقدين ثالث بإجاز شديد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تكلمت عنه بالتفصيل في سرعة استجابتك أنت أيها الوالد لأمر رسول الله أمام الولد ليتعلم الولد إجلالك للنبي ليتعلم الولد تقديرك للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يذكر اسم النبي أمامك في البيت إلا وارفع صوتك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لتعلم الولد الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسم النبي أن تصلي عليه وأن يصلي ولدك عليه إن ذكر لفظ النبي أظهر إجلالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر تعظيمك وتوقيرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا ينبغي أبدا أن يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامك بين أولادك كما مر ذكر غيره من الناس لا بل يجب عليك يجب عليك أن تظهر إيمانك وإجلالك وتوقيرك وتعظيمك للحبيب صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من ترصيخ المحبة للنبي في قلوب الأولاد ثم أظهر له بعض النماذج كيف أحب الصحابة رسول الله كيف أحب أطفال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أحبه علي وفي العاشرة وأنس أنس بن مالك الذي كان غلاما يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقل لي أف قط فما قال لي أف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله هذا الغلام لم ينسى لم ينسى هذه التربية الراقية المهذبة العالية أبدا وهو غلام في حجر النبي أو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روال إمام بخاري ومسلم أيضا ابن عباس كما في صحيح البخاري يقول دخل النبي الخلاء دخل النبي الخلاء قال فوضعت له وضوءا فقال عليه الصلاة والسلام من وضع هذا فأخبروه أن ابن عباس وهو غلام هو الذي وضع له الوضوء فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقه في الدين هذا من الفقه اللهم فقه في الدين يعلم أن النبي إن دخل الخلاء وخرج يحتاج إلى ماء ليتوضأ وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك فأعد له ابن عباس وهو غلام صغير ماء الوضوء ليتوضأ فسأل النبي وقد أعجب بذكاء من صنع هذا فلما أخبروه دعا النبي لابن عباس وهو غلام اللهم فقه في الدين روى البخاري ومسلم من حديث أنس يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأتبعه وأنا غلام من الأنصار وأنا غلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي بها فيستنجي بها يعني الرسول عليه وسلم يخرج أو يقضي حاجته في الخلاء فيجد إداوة من الماء قد أعدها له أنس وهو غلام من الأنصار رضي الله عنه وكلنا يعلم دورة معاذ بن عمر بن الجموح ومعاذ أو معوذ بن عفراء حين قتل أبا جهل لمجرد أنه مسامع أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت عن يميني وشمالي فإذا فتياني حديث السن فلم آمن على نفسي بمكانهما ورجوت أن أكون بين الرجلين يعني من رجال الصحابة وأطال الصحابة قال وإذ بحديما يغمزني سرا من صاحبه يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل قال وماذا تصنع به يا ابن آخي قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه قال عبد الرحمن وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل هذا ما تصنع به أنت الآخر يا ابن آخي قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاهدت الله أن أقتله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه قال عبد الرحمن فما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما قال فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يعني يغدو ويروح فقلت أنظر هل ترياني هذا قال نعم قال هذا صاحبكم الذي تسألني عنه قال فانقضى عليه كالصقرين فضرباه وانطلق كل بطل من البطلين وكل غلام من الغلامين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله والآخر يقول لا أنا الذي قتلته فقال النبي هل مسحتما سيفيكما قال لا فأخذ النبي السيفين معا ونظر فوجد دماء أبا جهل على السيفين في آن فقال لهما كلاكما قتله هؤلاء هم أطفال الصحابة علم أولادك واغرس في قلبي ولدك هذه المعاني الجميلة ولا بأس أيضا أن تحرص على أن تحفظ أطفالك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافئ الطفل إن حفظ حديثا كما قال إبراهير بن أدهم كان أبي يقول لي احفظ حديثا أعطيك درهمة احفظ حديثا أعطيك درهمة قل للولد احفظ حديثا أعطيك جنيها أو جنيهين أو بحسب ما يسر الله لك كافئ الولد على حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك درس لأولادك كما ذكرت سيرة رسول الله فبها تتعلق قلوبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام والغزوات ووصف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقي والخلقي هذا أمر يؤثر كثيرا في أطفالنا وفي أولادنا وأخيرا أستطيع أن أذكر أساسا عقديا رابعا من الأسس التي نستطيع من خلالها أن نغرس في قلوب أولادنا عقيدة التوحيد وقضية الإيمان ألا وهو أن نعلم أطفالنا القرآن الكريم ما أعظمها من وظيفة وما أشرفها من غاية أن تبدأ مع ولدك بتحفيظه للقرآن الكريم حفظ ولدك القرآن وعلم ولدك القرآن الكريم والأطفال أشد القلوب صفاء وأشد الناس نقاء وأطيب الناس فطرة يحفظ الولد في سن مبكرة جدا القرآن الكريم وها أنتم طرون بفضل الله جل وعلا على شاشة قناة الرحمة ما كنت أنا أعجب له وأنا أطالعه في الكتب يعني حين قال الإمام الشافعي مثلا حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين الإمام الشافعي يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين ويقول الإمام ساهل بن عبدالله التستري يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين أيضا وهكذا كنا نعجب حين نرى هؤلاء الأئمة يقولون ذلك لكننا بفضل الله رأينا على شاشة الرحمة أطفالا دون السابعة دون السابعة بل ورأينا منه من فقد نعمة البصر وهو دون السابعة يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء وأقول بفضل الله جل وعلا كنت أنا أنا في الكتاب في الكتاب في كتاب القرية أسأل الله أن يرحم شيخانا الشيخ مصباح محمد عوض وهو شيخ شيخي الذي حفظت على يدي القرآن في قريتنا المتواضعة الحبيبة قرية دموه كنت في الكتاب عند الشيخ مصباح رحمه الله قد حفظت القرآن وأنا في الثامنة من عمري مش أنا الوحدي أنا وستة وعشرين طفل مش أنا الوحدي كنا ستة وعشرين طفلا في القرآن وطفله طفلا وطفله في الثامنة من أعمارنا قد أنهينا حفظ القرآن كله من الفاتحة إلى الناس بفضل الله جل وعلا فحفظ ولدك القرآن فنا قل القرآن سر السعادة وسر النجاح وسر التوفيق وسر التقدم وسر الإبداع وسر التفوق في الدراسة وسر التفوق في الأخلاق سر كل سعادة ونجاح وفلاح في الدنيا والآخرة القرآن أن تبدأ مع ولدك بحفظ القرآن اتخذ ولدك شيخا فاضلا ليعلمه القرآن وأنت أيها الأخت الفاضلة اختاري أختا فاضلة من أهل القرآن وأدخليها البيت لتحفظ ابنتك في هذا السن وكراء القرآن وحذر من أن ندخل بيوتنا الرجال ولو كانوا من أهل القرآن ليحفظوا أولادنا القرآن في غير وجود المحرم لا يجوز وهذا حرام أشددوا عليه أشددوا عليه غاية التشديد ولا جزر الرجل من أهل القرآن أن يدخل بيتا أي بيت ولو كان في حاجات إلى المال إلا في وجود المحرم أما إن كان الطفل بعيدا عن البيت في وسط مجموعة في المسجد مثلا أو في فناء البيت بعيدا عن البيت فلا إثم عليه ولا حرج وأنا أنصح بأن نوسع الكتاتيب في المساجد وبأن نوسع تجارب مدارس القرآن وأنادي بأعلى صوتي على رجال الأعمال وعلى أهل الفضل في الأمة أن يكرموا أهل القرآن وأن يغدقوا العطاء على أهل القرآن ممن يفرغون أنفسهم ويخلون أوقاتهم لتعليم أولادنا القرآن صحيح أن لا أتكلم الآن عن قضية أخذ الأجر على القرآن فهذه قضية مختلفة فيها ولكن الجمهور على الجواز ولكن الجمهور على جواز أن يأخذ الرجل الذي فرغ وقته وفرغ نفسه الأجر على قراءة أو تعليمه القرآن وأنا أنصح إخواننا ممن يحفظون أولاد المسلمين القرآن أن يصححوا النية وأن يكون هذا الأجر في مقابل حبسهم للوقت لا في مقابل تحفيظهم لكتاب الله حتى ليحرموا أجر الدنيا وأجر الآخرة وأسأل الله أن يباركهم وأن يزكيهم وأن ينفع بهم وأنصح إخواني من أهل الفضل أن يكرموا أهل القرآن وأن يغدقوا عليهم العطاء أتألم غاة الألم أن نكرم أساتذة اللغات وأنا لو أقلل من شأن هذا والله أسأل الله أن يكرمهم وأن يوسع عليهم لكن يكاد قلبي أن يندمل وأن ينزف حين أرى إهمالنا واحتقارنا وازدراءنا لأهل القرآن ومشيخ القرآن ومعلم القرآن وكأننا لا نريد لواحد منه أبدا بس ثوبا نظيفا أو أن يلبس غطرة نظيفة أو أن يركب سيارة محترمة لا نريد أبدا لواحد من هؤلاء أن يكون في صورة محترمة في صورة وقورة ليه؟ يقول لك أهو شيخ وانعكس هذا المعنى علينا وفي كثير من بيوتنا إذا رأى الوالد ولده ذكيا نابغا يقول لك الوالد ده كده شكله طالع دكتور عدل الوالد كده طوالي طالع شكله دكتور الوالد بيجيب سماعة بلسك ويكشف على أمي ويكشف على أبيه ولسه سنتين ثلاث سنين دماغه كده طالع دكتور ماشي عمي جميل ما احنا في حاجة إلى أطباء وانا عمال أصرح كل يوم بكده الوالد ماسك الشاكوش البنسة بيكسر ويربط أقول لك الوالد ده كده ده مهندس ده طالع ده مهندس ميكانيكي ولا مهندس معماري ولا ماشي احنا في حاجة للمهندسين إنما بقى إذا الولد طلع أهبل طلع بريالة طلع غبي قل لك ما عليش يا معلانة أهو بتعرب بنا أهو شيخ أهو بتعرب بنا لازم يبقى بريالة ولازم يمدهول على عنيه ولازم يبقى غبي ماينفعش بتعرب بنا يبقى جميل ماينفعش بتعرب بنا يبقى ذكي ماينفعش بتعرب بنا يبقى أنجب أولادي في البيت يبقى أذكى الأولاد وأذكى الأولاد أولد وقف لله تعالى والأغبى الأولاد يبقى بتاع ربنا وهو شيخ وخلاص ليه كده يا جماعة ليه المفاهيم الغلط ديه قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني شيف الكرم في النذر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اختر أحب أولادك إليه وقل هذا موقوف لله تعالى هذا وقف لله تعالى هذا كله لربي ليحفظ القرآن لينفع الأمة هذه مفاهيم أرجو أن تصحح هذا هو الأساس العقديو الرابع أن نعلم أولادنا القرآن الكريم وأكتفي بهذا القدر وقد مضت ساعة وربع ولا حول ولا قوت إلا بالله سريعا أكتفي بهذا القدر أو ساعة في الأساس الثالث من أسس البناء التربوي ألا وهو التربية بالعقيدة والإيمان وقد ذكرت لحضراتكم بعض الأسس التي نستطيع من خلالها وبها أن نغرس في قلوب أولادنا عقيدة الإيمان وعقيدة التوحيد أختم بهذا الموقف الجميل مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نفر من الصحابة في شارع من شارع المدينة طريق من طرقاتها والأطفال والصبيان يلعبون وكان عمر ذاهيبة فلما رأى الأطفال والأولاد عمر بن الخطاب فروا وجروا كل واحد جرى في طريق وظل غلاما ثابتا في مكانه لم يجري ولم يتحرك فأشار إليه عمر نادى عليه فذهب إليه بثبات وقوة فقال له عمر لماذا لم تجري كما جرى أقرانك ليما كريتش زيما الأولاد تنينجرو فرد عليه وقال له ما كنت مذنبا لأخاف منك وما كان الطريق ضيقا لأوسعه لك يا خبر بيض ده كلام ما يقول لهش طرق الكبير ده كلام كبير أوي بقول له ما كنت مذنبا لأخاف منك وما كان الطريق ضيقا لأوسعه لك يا ترى من هذا الغلام أجيب ولا خلاها للأسبوع القادم طيب حاضر سأجيب إنه عبد الله ابن زبير إنه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فمن أين يخرج عبد الله إن لم يخرج من بيت حواري سيدنا رسول الله هؤليهم أطفال الصحابة وإن شاء الله تعالى نحن نحمل أملا كبيرا في الله ثم في أطفالنا وفي أولادنا لا سيما في هذه الأجيال بإذن الله تعالى التي نرى فيها خيرا كثيرا أنا لا تغيب عني الصورة الأخرى ولا تغيب عني الصفحة الأخرى نعم أرى صورة أخرى لا تغيب عني لا أريد أن أعكر الصفحة الأولى التي ذكرت لكنني أقول بوجودها لكن عندي أمن في الله ثم في الآباء الفضلاء ممن تفوا نفسهم الآن إلى تربية الأولاد من جديد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أن نرى الخير الكثير نعم سنرى خيرا كثيرا مقبلا بإذن الله تعالى ما دامت هذه التوجهات الجديدة أراها تملأ كثيرا من البيوت كان في الماضي لا يحرص كثير من البيوت على تربية البيت أو الأولاد على كتابه والسنة وأرى الآن بفضل الله على عودا حميدا كريما في كثير من البيوت التي تريد أن تعلم أولادنا من جديد على القرآن والسنة أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وسامحوني على هذه الإطالة وأستقبل إن شاء الله تعالى فيما تبقى من دقائق في عشر دقائق معدودات بعض المدخلات وبعض الاتصالات وأستقبل مباشرة الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام تفضلي يا أخي عليكم السلام تفضلي أيها تفضلي يا أخي تفضلي أسمعه إذا كثير مرحبا الله يبركيك أنا عندي أنا والدي توفى وسبلي مبلغ بسيط من المال نعم وبعدين أنا وضعته في بنك وعربت البنك دوت يعني بيبقى الفلوس اللي بتطلع عربها فأنا خدتهم البنك دوت وعايز أقول لحضرتك إن هو يعني حطوهم في البنك فيصل ممكن آي نعم ممكن الإسلامي آي نعم ممكن نعم وما يخرج إليك من الأرباح إن كنت لست في حاجة إليها والأرباح اللي تطلع حلال إن شاء الله إن كنت في حاجة إليها فلا بأس عليك ولا حرش وإن كنت لست في حاجة إليها فأن في خير على الفقراء والمساكين طيب نستقبل الصالة آخر سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم نعم طيب الولي الأمر موافق وموجود أيوة طيب كيس وش ماشي ففي فرق اسمي بينه وبينه يعني نعم فقالوا الموافقة تجي من وزير العدل رحت أجيب الموافقة قالوا لي في مبلغ معين هيحطه باسمك كشهادات استثمار فرح فعلا حطينا المبلغ وودينا الورق وكده فالبنك قال لي إن في مرتين في السنة مبلغ طالع من الفلوس دي طيب هل تستطيع بعد ذلك أن تسحب هذا المبلغ ولا لا بعد عشر سنين يا شيخ طيب سأجيبك إن شاء الله وتعالى طيب كيس معلشي أنا عندي الكهرباء قطعة طيب ممكن حضرك ترد علي من خلال التليفون لا سأجيبك الآن يعني الآن فورا تستطيع هذه الأخت الفضلة أن تأخذ هذا المبلغ الذي يأتي على رأس هذا المال وأن تنفقه في أي وجه من أوجه الخير ولها بعد ذلك أن تأخذ رأس مالها فقط لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون معلش يا شيخ يعني أتقل على حضرتك أنا عندي أخت وأبويا ما يقدرش يجهزها أنا ممكن أجهزها من المبلغ دوت نعم ممكن طيب فلوس البست يا شيخ خالهي حرام إن أنا أخذت فلوسها برضو نعم هذه زيادة زيادة ربوية أيضا وأنفقه في أي وجه من أوجه الخير برك الله فيك يا شيخ وذ أول ما سمعت لك يا شيخ مباشرة من مصر درس عقوبة تلك الصلاة ما شاء الله قديم هذا درس قديم وكان أول ما سمعته من حديثك يا شيخ ما شاء الله جزاك الله وصدقني يا شيخ الشريق وضعت منه عشر نسخ ووزعته في سبيل الله حضرتك بتتكلم منين من الجزائر أهلا وسهلا مرحبا ما شاء الله نعم جزاك الله خير وأسأل الله أن يشفيك إن شاء الله آمين آمين وأسأل الله أن تدعوه لنا جزاك الله خير جزاك الله خير وأسأل الله أن يتقبل منه وأنكم صالح الأعمال وشكر الله لكم على هذا الاتصال الكريم المبارك ونحيي أهل الجزائر ونسأل الله أن نجمع نبيهم على الخير والطاعة أذكر أن شريطة تارك الصلاة تقريبا بالو أكثر من 26 سنة وهذا من الشرائط المباركة التي قيلت في محافظة السويس العامرة الحبيبة إلى قلبي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجه وأن يتقبل منه وأنكم جميعا صالح الأعمال وأكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة